نجم سطعت موهبته في سماء الفن الفلسطيني والعربي وأعماله روىت نبضات الوطن وألام النضع يحمل في جعبته تاريخا مهنيا طويلا خطه بعناية وشغف أوصلاه إلى العالمية ليصبح أحد الأصوات الفلسطينية في العالم ولتصبح أعماله صرخة تعبر عن الظلم وتفضح انتهاكات الاحتلال يسرنا أن نرحب بالمنتج والمخرج والممثل القدير محمد بكري صباح النور وأهلا وسهلا بحضرتك معنا صباح النور وأنا دعيني أرحب بضيفنا أيضا ممثل مسرحي وسينمائي شارك في أفلام فلسطينية ولبنانية ومغربية وإيطالية وفرنسية هو ابن لعائلة سينمائية عريقة قدم أعمالا أضاءت على النضار الفلسطيني وقصص الناس ويقول أن قضايا العالم كلها قضايا الفنان المبدع صالح بكري نرحب بك معنا أهلا وسهلا فيك أهلا فيك يعني إذن اليوم هذا الحوار نناقش مسيرة فنية نضالية ولنغوص فيها أكثر أستاذ محمد دعني أبدأ معك بتقول أنك بتؤمن بأن العمل بالفن يحرر الإنسان شرح لنكي والله أنا مش أول واحد قلتها يمكن أنا سرقها من غيري يعني هاي الجملة حقيقة أنه المسرح والفن بشكل عام كل الفنون مش بس المسرح بتخلي الإنسان يفكر أكثر أو يشوف الأشياء اللي حواليه بمنظر مختلف عن العادي يعني مثلا مرات بتسمع واحد بقول يا الله الأمر ما أحلى والثاني كل يوم بيشوف الأمر وما بنبهله يعني هاي مثل عيني يعني فآه الفن بيخلي الإنسان يفكر أكثر ولما الإنسان يفكر أكثر بيحس أكثر وبحارب أكثر من أجل الشغلات بيأمن فيها وبالنهاية بتحرر أكثر هيك بشوف يعني جميل سؤالي لإلك صالح اليوم يعني أربعين سنة من خبرة الوالد محمد بكري وهون أنا كنت حبي أسأل لأي مدى هالخبرة هيك عبدت لك الطريق بالفن وكانت يعني بتشارك باختياراتك الفنية وزي ما حكيتي يعني فيه أكثر من أربعين سنة يعني بدايات أبوي الفنية اتزامنت مع أولى بكرياتي كطفل وامتدت لهاي اللحظة وأنا رافقته كل هاي الطريق بكل أعماله مش بس بالنتائج يعني أنا ما روحت بس شفت النتيجة المسرحة أو الفيلم اللي عمله الوالد لا أنا كنت شاهد على التجربة تبعته خلال العمل خلال التحضيرات المختلفة للأدوار فأنا يعني لا يمكن اختزال التأثير اللي هني أساس الممثل اللي أنا بقى آمن فيه أو اللي أنا وصلت له الأساس الأول اللي اكتسبته من تجربة الوالد هو المسئولية والإحساس بالمسئولية تجاه الناس تجاه جمهورنا تجاه أهلنا تجاه بلدنا واتجاه الناس بشكل عالم بشكل عام الجهرة الثانية الصدق بل صدق ما فيه تمثيل كله بصير زيف وما فيه له معنى الثالثة الجهرة الثالثة هي أنه ترجح كفة الفن والإبداع اللي فيك على الأنا اللي فيك يعني حب هاي حكاها كمان كبار يعني أول من وضع منهج التمثيل ستانسلافسكي يعني مش من عندي بس هي حب الفن اللي فيك مش الأنا اللي فيك وهذا هو فيه كمان جهرة ظل وحدة ظل وحدة هلا بنلاقيها نعم نفتش عليها هي إحساس بالصدق الإحساس بالمسؤولية نعم المسؤولية وترجيح كفة الفن على الأنا على الأنا خلال الإحساس خلال الإحساس تحكي لنا إياها نعم سازة محمد هالأكتر من أربعين سنة ساز صالح ما قدر أنه يختزلون تأكيد ما رح تقدر تختزلون بس إذا بدك تخبرنا عنهم شي شو بتخبرنا عنهم عن مين عن الأكتر من أربعين سنة رحلة صناعة فن صناعة سينما صناعة صناعة وصلت لهالجواهر اللي هلأ عم نحكي عنه أول شي أنا فخور بصالح وبكل إخوته لأنه الحمد لله ماشيين بالطريق الصح محافظين على الجواهر اللي حكي عليها وبعدني مش منلائي الرابعة أنا عم بدور عليها بقول مثل العربي البسيط جدا من خلق ما مات أنا اليوم بقدر أروح من هاي الدنيا طويل الله يعرف طويل عمر إنه في من يكمل المشوار لأنه مشوارنا طويل وشائك وملاء عقبات وملاء أحلام لازم تتحقق إذا مش عايام عايامهن وإذا مش عايام عايام أولادهن وقريب إن شاء الله لأن الظلم لن يستمر والظالم مكشوف وعاهر ويجب أن يفضح وظيفتنا إحنا بالأربعين سنة دول اللي حكيت عليهم اللي هني عمر أصير جدا أن نفضح هذا المحتل الظالم وأن نكون عونا وسندا لكل إنسان مظلوم مش مهم شو دينه وشو قوميته بس لأنه إحنا فلسطيني طبعا فمنبدأ فينا بس لازم كمان نتعاطف مع الأرمن مع الأكراد ومع اليهود المظلومين إذا كان فيه بعد يهود مظلمين في العالم للأسف بطل فيه يظهر مع السود والكثير الكثير من الأقليات المظلوم والحق مهضوم فإذا بدي أقول بجملة عن مسيرة الفنية كل سنة مرأت من يوم ما أنا بديت بحس حالي بعرفش ولا إشي وبحس حالي عم بتعلم وعم بغلط وبرجع بغلط نفس الأغلاط يعني مش أنه أنه بتعلم لا أنا بحس حالي كل ما أكبر كل ما أقل معارفة بسير وأنا بتعلم منه وأتعلم منه أخوته الأصغر منه وبتعلم منه حفيبي كمان حلو حلو كتير فأنا بحس أنه بعرفش ولا إشي بصراح صالح يعني مع هالتجربة الكتير كبيرة كمان اللي موجودة عندك واللي خلتك تخوض تجارب بين خشبة المسرح بين أيضا شاشة السينما شو الدور اللي حسيت فيه إنه هو الأقرب لقلبك وين حسيت حالك بتجسد المعاناة الفلسطينية اللي أنت انطلقت منها كمان بمسيرتك واللي أنت عم تعيش فيها وبكنفها اليوم شو الدور الأقرب بالنسبة لإلك صعب الجواب على هذا السؤال لأنه كل دور له مساحة في قلبي ولا ما في مساحة ما في شي بغلب بالحب كان شو مين بتحبك تر أبو كل أمك صعب تجاوب يعني على هكس سؤال أعطينا جواب صعب تجاوب على هكس سؤال يعني ما فيه مش حسابات مش رياضيات بس بقدر أقول إنه ما زلت كل اللي عملته ما زلت أشعر بالتقصير وعلى ما يبدو دائماً راح أشعر بالتقصير والشعور بالتقصير هو شعور إيجابي برأيي لأنه الشعور بالتقصير بيخليك أو بحفزك أو بحردك تظلك تعمل تظلك تفكر بجديد تظلك بدك تعمل بعكس الشعور بالعجز اللي بحبتك وبخليك جامد وساكن بدون حركة فمهم الشعور بالتقصير وخصوصاً بحالتنا فدائماً أنا أشعر إنه فيه إمكانية لأكتر ما فيه اكتفاء ولا مرة بأي دور بعمله يعني بأي دور بعمله ولا مرة فيه اكتفاء فيه رضا يعني بقدر أقول إنه فيه رضا بالعام عن أعمالي الحمد لله فيه شي حابب تعمله هلأ يعني قريباً أو دور مثلاً بدي أعمل دوري إلى بالدنيا يغير العالم يعني هذا حلم كبير إنه الواحد يعمل يعني فيه كثير أول شيء شخصيات عايشة هلأ يعني اللي 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 ممكن يستمد الواحد منها إلهامه ويعمل أفلام اللي يعني تترك أثر هي بالآخر مراكمة كمان يعني شغلنا هو مراكمة على أمل أنه بيوم من الأيام يخلق جيل جاهز أنه يحرر بلادنا ويعيش حر وكريم فهذا شغلنا يعني الفن ما رح يغير العالم بس العالم بدون فن ولا مرة رح يتغير صح وأحيانا يمكن يكون بيغير يعني أستاذ محمد أستاذ صالح قال بده يعمل دور يقلب الدنيا خلينا نحكي عن عمل ألا بدنا جنين جنين هالوثائق اللي كشف للعالم يمكن الرسالة اللي حكيت عنها بأول إجابة بدنا نغير بدنا نقول بدنا نحكي نضال بدنا نعكس شيء هايدي هي رسالة الفن جنين جنين هالوثائقي اللي كشف كتير اللي فضح إشياء كتير اللي وعى يمكن العالم أدى رسالة تخبرنا أكتر على هالعمال عن جنين جنين ايه حقيقة يعني قد تتفاجئي أو قد يتفاجئ المشاهد من إجابتي جنين جنين فيلم مهم بالنسبة لي دائما حكي صالح كل الأعمال قريبة لقلبي وكل الأعمال طلع مني صح بحبها وكان في من وراها رؤية وكان في من وراها هدف وطروحات بس جنين جنين مش من أهم أفلامي يعني في أفلام بنظري أنا اللي أخرجتها ومثلت فيها أعمق وأوسع يعني الرؤية فيها أوسع بكثير من مخيم صغير اللي بيحصل فيه مجزرة واللي الناس بفتحوا قلبهن لإلي وأنا بفتح قلبي لإليهن ومنوصل رسالتنا للعالم وهذا كثير مهم لا أقلل من شأن ذلك لكن جنين جنين اشتهر وصار زي ما تفضلتي بالأول أنه هز الدنيا لأنه إسرائيل دولة الاحتلال ترفض أن ترى حقيقة أخرى غير الحقيقة اللي هن بيقولوها إسرائيل هي كذبة بدأت في الثماني واربعين وما زالت مستمرة حتى يومنا هذا كذبة صدقها العالم للأسف الشديد ولأنها كذبة وصدقها العالم قالت وادعت أنه فيلم جنين جنين كذبة لأنه يتعارض مع الكذبة اللي هي مش حقيقة أبدا 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 لا يمكن تبرير الاحتلال لا يمكن إعطاء مستدقي للاحتلال جنين جنين جاي يقول لا لا الاحتلال جنين جنين جاي يقول في تجاوزات وكي يقولوها جرائم حرب جرائم ضد الإنسانية حصلت وما زالت تحصل واليوم ما زالت تحصل بكبير في غزة وهون خليني أسأل سؤال اليوم بعد أكتر من سنة على الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة طبعا في صمت عربي ودولي مخزي للحقيقة وفي سبات عميق يعني من أصحاب القرار تجاه القضية الفلسطينية وتجاه ما يحدث من جرائم شو بيولد هالظلم بالنسبة لإلك وبالنسبة لإلك صالح الظلم اللي عم نشوفه ومسكوت عنه شو بيولد اللي قلتي إثبات قاطع ولا غبار علي إنه العالم مصدق الكذبة عشان يتساكت لليوم لو في عالم ما كان بسكت لليوم بالقوة لازم يوقفوا إسرائيل مش بالألام بالقوة هذا الطرف الأول من الجواب الطرف الثاني بيخليني مؤمن أكتر هذا في صدق وعدالة قضيتي وبخليني مؤمن أكتر اللي قاله صالح قبل شوي إنه ما زلت مقصر تجاه قضيتي وتجاه شعبي لم أفعل بما فيه الكفاية والعمر أصير والشغل طويل وما راح ألحقه بيكمل هي رواية قصاد رواية مثل ما تفضلت حضرتك على مر سنين كانت فيه رواية يتم الترويج لها رواية كاذبة تبرر لاحتلال اليوم الأعمال اللي بتقدموها بتعكس هالرواية وبتحكي رواية جديدة وعم بتفتح عيون العالم هالرواية حضرتك كنت مخرج عنا ثلاثة جواهر احنا جوها الرابعة بعد عم ننبش عليها ولكن عندك ثلاثة جواهر كانت ممثلين كانوا موجودين معك ليوصلوا رواية مختلفة خمسة خمس جواهر خمس جواهر خبرنا عن هالجواهر خبرنا على هيدا الجو العائلة وكيف بيكون وقت اللي العائلة بيكون عندها هالإيمان بأنه عندها قضية بدأت تخدمه صالح أول جواهرة زياد ثاني جواهرة يا فتالة جواهرة آدم رابع جواهرة ومحمود آخر جواهرة صغير للعش وحسن اللي هو مش ممثل ولا إشهي ولكن هو الجوهرة الكبير لأنه حسن بطل ابني اللي مش ممثل هو فأنا يعني أعتز حسن ابني اللي هو بعد صالح نعم والوحيد اللي حكى ليابا أنا ما بدي أكون في هذا المجال وأنا احترمت جدا اللي هو بالديال لأنه مفروض نمشي حسب بمقول الجبران أبنائكم ليسوا لكم أبنائكم أبناء الحياة فاللي أنت بتحبه مش مفروض ابنك يحبه يعني فشو كان السؤال أنا نسيت العائلة اللي بتكون فنية وعندها قضية كيف بيكون أجواءها في المنزل كيف نشأوا هولي الاتنين مع بعض حب الفن وحب النضال من خلال الفن أيضا الواقع اللي احنا عايشينه كفلسطينيين داخل الكيان الصهيوني فرض علينا إنه نختار أن نناضل من خلال الفن لأنه لا معنى للفن في هذه الظروف بدون نضال وبدون رسالة احنا مش عايشين في هوليوود ولا في لندن ولا في باريز احنا عايشين في دولة يهودية عنصرية محتلة تهضم حقوقنا يوميا وتهضم حقوق شعبنا على مدار أكتر من سبعين عام فكيف ممكن أعيش في هذا اللوكسس إنه أنا فنان شو الفنان روح روح إذا ما فيش وراك مقول يتقولها شبدي فيك أنا فهيك صار نعم إنا كمان هي تسلحنا في العيلة على قصة العيلة إحنا تسلحنا بحكم أنه تابعنا تجربة الوالد اللي هي كانت تجربة كفاحية ونضالية وبالدرجة الأولى فتسلحنا بهاي الروح الروح المقاوم والمكافح اللي بحطها شواطية للظلم تسلحنا ولكن تسلحنا بالأهم أيضا تسلحنا بالحب إحنا أخوة اللي منحب بعض كتير 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 اللي كل حدا فينا مستعد يضحي بروحهم لشان أخوه لهاي الدرجات إحنا منحب بعض وعلى أمل يعني أنا بتأمل ياريت كل العائلات الفلسطينية عندهم عندهم هذا الحب اللي موجود عندنا في بيتنا يعني على واي ينعكس على كل الحالة الفلسطينية وما يكون على العائلة الفلسطينية الكبيرة ما نكون مشردمين مشتتين في حالة انقصام داخلي ياريت هذا الحب اللي عندنا عن جد كأخوة ينعكس على العالم والجوهرة الثائل الرابعة اللي بدي أحكي لك إياها هي يعني هي هو بدي أحكي الجوهرة الخامس اللي هي الحب وهي الأساسية هي الأولى على فكرة الجوهرة الأولى هي الحب لكن جوهرة الرابعة اللي أنا راحت عن بالي هي أن تكون أنت يعني ما تتمثل حدا تاني ما تكون حدا تاني كون بس أنت وما تحاول تكون مميز ما تحاول تقلد حدا تاني بس كون أنت هاي الجوهرة الرابعة والأساسية للممثل للحياة الجوهرة الأولى والأخيرة هي الحب هي كمان جوهرة لقيت واحد أنا جديدة ما لقيت زواهرة هسته لقيتها هسته لقيتها أنه رغم كل شيء الحب اللي يخلق الأمل أنه آه رح يصير تغيير وآه رح ينتهي الظلم أنا متأمل به الأمل مش اليأس ولا الإحباط أنا بآمن أنه ما فيه حق بضيع ورام طالب إذا فيه حقيقة ورام طالب وفيه ورام طالب فن هو مطالب الأول لإنهاء الظلم نعم بعدين تيجي السياسي يعني إحنا منسلم السياسيين هذا الأمل وما عليكم إلا تنفذوه صح عم تبكي أنت لا والله لا فكرتك بتبكي بكرت حالي مؤثر يعني لا مؤثر مؤثر وكل شيء عم بتقوله يعني صح اليوم عم نستضيفكم على هامش مهرجان أجيال للسينما هون بالدوحة وكنت حابة أعرف مشاركتكم أكتر عنها تخبرونا شو بتعني لكم هالمشاركة كمان أنا شخصيا بحكي بإسمي يعني ومفكر بإسم صالح كمان بس بقدر يجاوب بطريقته طبعا شكرا مسموع بالنسبة لإليه أجيال أكتر شيء بحبه فيه لمسته فيه بهذه اليومين بساطته والأشياء المشينة الموجودة في المهرجانات أخرى مش موجودة فيه بديش أذكر عشان ما ما أجرح شعور حدا بس تواضع هذا المهرجان والناس اللي بيشتغلوا فيه المسؤولين عنه وأنا بشارك فيه فيلم جنين جنين بيشرفني جدا أن الناس تيجي تشوف الفيلم اليوم ساعة سبعة ونص في كاتارا وكتير مهم بالنسبة لإليه لقائي اليوم مع الجمهور القطري في هذا المهرجان متأمل أن الناس تيجي تشوف إحنا جايين كمان صالح شو بالنسبة لك هالمشاركة أدي بتعني لك وأدي كمان يعني الإضاءة على أعمالكم الهادفة مهمة بهذا الوقت بالتحديد بالزابط يعني هن بالمهرجان عرضين فيلم الوالد وعرضين كمان فيلم اللي أنا بمثل فيه فيلم قصير اسمه عروس غزة سبعة عشر وكمان دعوني أكون رئيس لجنة تحكيم صنعة في قطر قسم صنعة في قطر أفلام صنعت في قطر هي أفلام قصيرة فأنا متحمس جدا أشوف الأفلام عم بعملوه شي كتير كتير حلو والمهم فيه بإضافة لكل اللي حكاء أبوي والحكاء أبوي مظبوط وإضافة لكل الحكاء المهرجان ما فيه الاحتفالية كأنه حساس حساس للحالة حساس لللي عم نمرق فيه كبغزة وكشعب فلسطيني وحساس للبنان واللي عم بيصير في بلادنا فما فيه هاي الاحتفالية والبهرجة الموجودة عادة في المهرجانات فهذا الحس كتير بهمني كتير أثر فيه وكتير صح لأنه أنا مش جاي أحتفل هلأ ومش وقت احتفال بالعكس وقت رفض وصرخة يعني بدنا نصرخ يعني فأكدنا كتير كتير مهم كنا هون وكتير مهم المهرجان وعلى أمل يعني بتعرفي للأسف الشديد بالعالم العربي التواطق هو مش بس سياسي هو كمان ثقافي وهذا بنعكس على مهرجانات العربية المختلفة اللي عم تمنع حتى في مهرجانات عم تمنع تحكي عن فلسطين شو؟ شو؟ عم تمنع تحكي عن غزة شو؟ نعم شو؟ وفي اللي بعملوننا معروف عاملين أبصر إيش؟ قسم لأفلام فلسطينية خارج المسابقات كأنه شو هذا؟ إيش هذا؟ يعني هو مهرجان الفضائح الفنية مش بس السياسية ولذلك يعني مهرجان أجيال يعني بالمقابل هو يعني موديل أو نموذج أن الآخرين يتعلمون منه يعني هو مهرجان أجيال العام الماضي تم حجب النسخة الماضية لأطعاطف ومساندة فلسطين نعم وهذا العام هذه النسخة مهدات تقريبا ومخصصة لهذه الأعمال وهذه النقطة المهمة إنه إحنا الآن في وقت نحتاج إلى هذا النوع من السينما والأعمال لأنه العالم بلش يستيقظ بلش يفهم أنه في شيء عم بيصير بحاجة للمزيد من الأعمال اللي بتحكي الرواية الحقيقية اللي يتعلم منها يمكن صحيح ويعني كلنا عم بنشوف أيضا تحركات الشبابية اللي عم بتصير بدول ما كنا نتوقع بأنه فعلا يكون فيها هالتحركات اللي عم تكون مساندة لفلسطين والقضرية الفلسطينية إحنا كتير ساعدين بوجودكم معنا اليوم وتشرفنا فيكم كتير كتير المنتج والمخرج والممثل قدير محمد بكري شكرا جزيلا لهالكلام الجميل جدا والإلهام اللام وتناهي لإلك صالح بكري الفنان المبدع كل الشكر لإلك ولحضورك أيضا الأنيق معنا شكرا جزيلا لإلكم شكرا لكم خلونا كعداء إحنا قاعدين افتحوها الهواء شكرا لإلكم شكرا لإلكم شكرا لإشتركوا في القناة شكرا لإشتركوا في القناة